اشتركوا في القناة والمشاركة في جهود البناء والتنمية لتعزيز ما تحقق للوطن من مكتسبات ومنجزات واكد سموه اهمية المرحلة المقبلة وما تشده من استكمال مجريات العملية الانتخابية في توطيل دعائم المسيرة الوطنية ومواصلة جهود البناء لتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار الذي يلبي تطلعات شعب البحرين واكد سموه ان الحكومة عازمة على بذل المزيد من الجهود من اجل تحقيق اهدافها التنموية والحفاظ على ما حققتهم من مستويات متقدمة في مجالات التنمية المختلفة بما يكفل حياة كريمة لابناء المملكة واجيالها القادمة مؤكدا سموه اننا نتطلع لقادم افضل على صعيد المسيرة الوطنية في سياق تعزيز التعاون مع مجلس النواب القادم كما تحدث سموه عن العلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة واكد سموه ان البلدين تجسدان نموذجا في الاخوة والتعاضد والوقوف الى جانب بعضهم البعض في مختلف الظروف وان الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين اسهمت في توطين وتوسيع التعاون الاقتصادي وتحقيق مستويات متقدمة من النمو في كل البلدين